بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الواحد والتسعين على واحد النحنحة في ثلاث الفرق النحنحة 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 لا تبخل الصلاة لانها ليشة خلاما وبخاصة اذا كانت النحنحة لحاجة ولكنا نرى الاستجلال بكل ما جاء في الاهديث سواء ما كان منها صحيحة او البحيث لا استدلنا بحديث فنحنه الرسول عليه السلام عليهم لكن هذا الحديث اسناده ضعيف وما بدى من حاجة ان نستدلنا بالحديث ضعيف وحسبنا انه فنحنح ليس كلاما لان القرام هو الذي جاء الدليل على انه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة هو افساد لها لعله اذبتك ان شو عني النفر 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 اهول واسهل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة صلاة الخشور نفق في سجوده عليه الصلاة والسلام وكذلك النفر ليس كلاما فهو ايضا لا يصلح في الصلاة والبلاو بالطول نعم والبلاو بالطول و والبلاو بالطول فذلك لا يصلح في الصلاة وما يصلح في الصلاة نعم هذا انا اتصور ان القول بالكراها في اي شيء انما هو فيما يصدر من انسان بقصد منه واذا بكر ذاكي وفي الصلاة بصوت فما هو ينكلف بذلك لانه لا يملك نفسه وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاةه ولصدره ازيز كأزيز المرجل لا نبيا لي في مرجل ألا نستطيع نقول يكره البكاء اللهم إلا إذا كان مقصودا وهن ذلك تخرج المسألة إلى غاب الريعي والسمعة وحب الظهور وحب الظهور يقطع الظهور ما يرون ما سمحت طالد الرجل المسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد وعندما دخل المسجد كان وقت العشاء هل يصلي في نية المغرب مع ذكر الدليل كي يعني دخل دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد أن يصلي عشاء هذا المسافر أي نعم يصلي المغرب مع الإمام في العشاء في نية المغرب يعني كان فتقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين أي نعم ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب لما دخل المسجد وجد الإمام قد أقيمت صلاة العشاء نعم فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام أي يصلي فرد المغرب ثلاثا أم يصلي العشاء وراءه أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا فرد صلاة العشاء الجواب لابد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث رقعات المغرب لأن الترتيب بين الصلوات وعليكم الصلاة وعليكم الصلاة وبركاته لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب فلا يصرح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب لصلاة العشاء لأن في هذا تغييرا لمنعج المواقيد فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة من شاء ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الأمام لا يضر خلافا لبعض المظاهر الذين يقولون مثلا لا يجوز اختذاء المختلف بالمتنفذ فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المشافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي يصلي صلاة العشاء فلا يضر واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطف وأيضا في ذلك سهل لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى ركعة الرابعة وبعض يقول يظل هو في تشاهده إلى أن يزل الإمام في تشاهده فيشتركان ويسلم هذا المقتدي معه ولا نجد لهذا دليلا لأن فيه من المخالفة أما النوية المفارقة هي ثابتة في غير ما حديث من أشهر هذه الأحاديث قصة ذلك الأنصار الذي دخل مسجد معاد ليصلي صلاة الإشاء فلما افتتها سورة البخرة نوى المفارقة ولما علم بذلك معاد رضي العام أخذ يشتمه ويمال منه ويقول فيه إنه منافق فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وليس وقال يا رسول الله إن أصحاب نوابه نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خف معاد فيطيل بنا الصلاة فقال عليه السلام معاد كما تعلمون أفتان أنت يا معاد أفتان أنت يا معاد أفتان أنت يا معاد بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبه اسم ربك الآله ونحوها من السوار إلى أما أحدكم فبتط فإن وراءه الكبير والمرير ولا الحاجة الشاهد من هذا الحديث أن نبي صلى الله عليه وليس لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس لو عبر ثوى التعب وهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المطلوب فعلى المسلمين جميعا وأن المغرب ثلاث رقعات ولا شيء في ذلك أبدا ولا يكلف بغير ذلك ومن الأدلة على ذلك وهو من السنة التي لا يكثر ذكرها فقد لا يشتهضرها بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وآله 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 إذا كان إذا خلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور أنه كان يصلي لنفسه رقعتين ولكل من الطائفتين رقعة رقعة فكان طائفة تقف وتياها العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاة فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الرقعة الثانية جلس هؤلاء في اتشاه وسلموا حكامت لهم رقعة ثم انطلقوا وأخذوا مصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الرقعة الثانية أي يسلم بهم فتكون الصلاة له عليه السلام رقعتين ولكل من الطائفتين رقعة رقعة هذا الذي نراه بهذا المسافر الذي اتقدى وراء الأنال المقيم نعم نعم هل يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر رجل آخر الصلاة أن الأمر المحورية المسافر هل يلزم من ذلك ماذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يأمر الرجل الذي صلى خلفه معادن بالإعادة هل يلزم من ذلك أن أمر المفارقة أمر مشروع هذا أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عندما كان عمر وعمار ونعلم قصة التيمم عندما تمرغ عمر وعمار ترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر أيضا بالإعادة ومع ذلك لا يعتبر هذا الأمر إن الإنسان لو كان جنوبا أن لا يصل أما بالنسبة الثاني صلاة الخوف فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها أيضا أنت تظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف فاخترق عن سائل الصلوات ما رك الله فيه أولا بالنسبة لما ذكرت من قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل بعد الصلاة أنا ما تعرضت لهذه مسألة إطلاقا أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم يذكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاد وصلى لوحده هنا يا نسل شهادي أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره وقلت صراحة فيما مضى فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا غيول بمفارقة الإمام الذي اتم به لعدر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعامله وعمله بالنهار من باب أولى أن يقدم أو أن يجد بهذا المصلي عذرا وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم جميعا فأنا لم أقل أنه لم يأمره ولماذا لم يأمره فهي هذا الصلاة أنا ما تعلم في هذا أنا اتشهاد فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا رجل المفعان لأنه كان معذورا صلاة الخوف كل مننا يعلم أن صلاة الخوف لا أحكام خاصة ويأمره أن صلاة الخوف رخعة صلاة يوجد في صلاة الخمس صلاة في رخعة الواحدة لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول هذه الرخعة التي هي صلاة الخوف ونوه المفارقة علما بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلي ويصلي بطائفة ركعة ويسلي يصلي بطائفة ركعتين ويسلي يصلي بطائفة ركعتين ويسلي كل هذه صور أنا أشرت إليها أنفا لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نوه مفارقة الرسول عليه السلام ووقي الإمام خائما حتى تأتي الجماعة الثانية فموضع الاستشهاد فقط مية المفارقة أضف إلى هذا شيء لم أذكره ليس عندها في الشرع ما يدم على أن هذا العمل بخصوصه وهو هذا المقتدل الذي نوى هلا فكعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعا ليس عندنا يمنع من هذا الفعل فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله مورا على نور حضر هذا المتحدث في رأيه يقوله يقوله إن الشيء المحرم جهرين يعني مغرب يكون محرم في جميع الأزيرة يقوله كذا والشيء المحرم يقوم محرم من أجل هذه وإذا داوك هذه في حلة فيحلل هذا الشيء أو يسيره يعني ما فيه فراءة فيه وده مثلا على ذلك من عمل الزماثيل كان يعني محلل لسيدنا صليمان إنما الزراء وقسم النفس الذي خبره فأراد محلل في جميع الأزيرة فإذا يحب ويقول الآن يرغب يعني من ذات نحنع الزماثيل من عبلها من تحرمها قد زالت وإيوه الآن من يعبد إنسان أو يعبد صورة ماشاء الله يقال لمن يقول ما حكيت عنه كما تعلمنا من بعض العلماء الأفاضل ومن شيوفنا الأكارم الذين لم نلقهم وإنما على قاعدة لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا فإن قلت أموات فما أنت بكاذب وإن قلت أحياء فما أنت بمفندي وبعض هؤلاء الشيوخ يقول لنهت هذا المدعي أثبت العرش ثم منقش أثبت العرش ثم منقش ما هو الدليل على أن التحريم الأصنام صنو الأصنام وصور هو خوف أن تعبد من دون الله عز وجل ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمن أن يقع فيها المسلمون سأعود إلى الدعوة الأولى أي أن نطالبهم بالدليل على العل المدعات لكن نحن نسبق الأمر فنقول لو ثبت أن العل هو وكذلك خشت أن تعبد الأصنام لكن من أين لنا أننا خلاص انتهينا وأمنا وكما يقولون عندنا في الشام حطينا رجلينا مي باردي ونقعد يخاف أنه أحد يقع في الشرك كيف هذا ويرل رسول صلى الله عليه وعليه وعليه ويقول كما في صحيح المخام لا تكون الساعة حتى تفرب أليات نساء دوس حول صمم لهم يقال له ذن خليصة هذا خبر عن الرسول في أصح كتب عن القرآن فإذا الذي أشبت إليه من القائلين يقول ما لا يعلم بل يقول ما يخالف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه تعود إلى العلة ما هو الدليل على أن العلة هو خشف أن يعبد المسلمين الأسلام يمكن أن تكون هذه حكمة أو بعض علة أما أن تكون هي علة فأولا لا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الظن وصدق الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا ثانيا لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون لقد قال عليه الصلاة والسلام يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أرم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذو أن يخلق حبة أن يخلق شعيرة أو قدم أو أخر ربما يكون أمر كذلك المهم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أن يخلق شعيرة فليخلق نور إلا هذا ينص أن التحليم سبب هراء وما جاء أيضا في حديث تعائشة إن أشد الناس حذابا من القيامة الذين نضاهون بخلق الله الذين نضاهون بخلق الله هذه ليلة الأساسية التي جاءت منصوصة في الشرق الصحيحة أما الخشية التي حكيت آنفا فهي هلة جتهادية مأتوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقوم نور عليه السلام حيث حكى ربنا عز وجل القرآن أنه قال وَقَالُوا أما في البخاري وتكسير الجليل وغيرهما أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبولهم نحن في دورهم ألا يتفدوهم في مقابلهم فأعمت الناس وذلك تنجيدا وتقديسا وتذكرا بمناقبهم زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون أصدام وينصبون في الأماكن العامة والمنتزات ونعم ذلك وتركهم الشيطان جيلا من الزمان ومجاءه فأوحى إليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم فقد تأتي عاصفا من السماء أو شجول أو رياع وتذهب بقبورهم فتنسونهم ماذا نفعل قال اتخذوا لهم أصناما أجعلوا لهم أصناما خمسة ويضعوها في أماكن أوحى لنجيل الذي لعدهم أن يضعوها في أماكن تريق بذفاهم وما جاء الذي بعدهم إلا وأخذوا يعبدونهم من دون الله وكان من أولئك قوموا عليه السلام ودعاهم إلى إجابة الله وعلى إجابة الله وعلى إجابة الله وكان جوابهم ما سمعتهم لا تذرون آلهةكم عليه إجابة الله عن الصور وعن التماكين وبخاصة المجسم منها ممكن أن يقال أنه من البق سد الزريعة أن تعظم هذه الأصنام لكن لا نقول أن العيدة هو هذا لأنه نفرت في الحديثين الشابقين فخلاصة الجواب أن التصوير محرم بمثور قاطع في الإسلام وليس هناك فما نجد أنه يأتي الزمن تصباه هذه الأصنام لأن الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في السر وماذا نقول اليوم ولا نزال ونحن نشكو من الألوث المألفة بل الملايين الممالية من المسلمين وهم يطوفون حول قبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله وهؤلاء يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وغير محمد رسول الله وماذا نقول عن الكبار وعن الشيوعين الذين يطوفون صباح ومساء حول لينين قبل المسلمين يتركون أولاد الناس أن الناس أصبحوا عارفين بالشرك المسلمين إياه وجمال المسلمين يصدق فيهم مع الأسهر الشديد قول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وما يكون هذا يكون يرجعهم بالتوحيد حقيقة لأن أكثر هؤلاء المسلمين يتواهمون أن التوحيد هو أن تعتقد لأن الله خالق واحد لا لدده ولا جريده أما أن تعبد غيره هذا ليس له علاقة من الشرك ومنافات التوحيد هذا شيء مصف جدا جدا والصور لا تزال محرمة إلى يوم قيامه ذكرتم الصور المجدعة وإلا الصور المقربة تقوى نطور وقررنا مكانها وترك الورقة أو الدار أو الحال كل ما كان صورة دخل في أموم الأهدي من صور صورة قل لفأن ينفق فيها روح يوم القيامة كانت مجسمة أو مطررة ألست إذا نظرت إليها كنت هذه الصورة وأنها تمثل فلان أو الحيغان فلان أي صورة معاك مجسمين وعليهم هذا صور وعليهم فرعاك وعليهم يعني ما في رأس لا نرى مال ومنذار بقول عليه السلام الصورة الرأس وفعظون يأتي من الرأس وليس من الظنب يا شخص من يا سيد من الشيخ البنة هذا وكي سؤال الله واحد من الرأس كم ساعة شكرا لدى الله شكرا لدى شكرا لدى سؤال الزواج راح لدى زواج يا شيخ البنة الساعة الآن جزاق الله فيه أحسن الله تأذر لنا والسلام يا شكرا يا شكرا يا شكرا لا سمحك عليش الظواج مهمة فضلا هل يشرع قضاء الأيام ذات ورس التفرغيب في قيامنا إذا فاتت لعذر مع الأمل بتغطيل أجريها المطلط بأداية في يومها لا يوم عرفا عشراء ويهل أعز 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 ظل هل يشرع قضاء الأيام من في ورد التريب في صومه إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجريها المرتبط بأدائها في يومها أيها وهي من النواف التأمين أي دي عشراء وعرفا أهي نعم لا يشرع هل يشرع هل يشرع هل يشرع هل يشرع هل يشرع هل يشرع أغصي 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 إخواننا في أشرط جيد لذلك مراحة إخواننا جبتني بودر فيها طورتكم هذي فيها الشيء من الأخ حتى كال هو شاب الآن هو درس محزان ورح عطيها ما حتى تبسين للفتح أيوة يعني لكن أطعار صفقة أطعار رخيص معنا لا هذا شرط عندنا أنه يكون أطعار رخيص حتى أنه يكون يعني ياخد كمية أكبر أي إنسان ذات إخوانه مريسا أي أنا أعطيكم رجل سيكون يوش غلوني طاير محكم في غير إتراز القرآن محكم بسم الله رب أن نقول وكامل أن نقول بسم الله فقط علم أنه فرأس في كتاب تهيئ يفضل على طلاب الثانوية فقط رسالة 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 إلى قصة إلى قيطر الروم مصدرة بمسم الله الرحمن الرحيم أن تتبعها في طعامنا في شرابنا في معاملات رسالة الرحمن الرحيم أم لها حقم أخر لذلك أما تصدير مسائل بسم الله فأشوتنا في ذلك رسول الله كما في قصة من خطرتي عليه السلام لنولوك منهم إرافل ملك الروم منهم الطريقس وغيره ثم هذا اقتزام بكتاب الله عليه الصلاة أما في أماكن أخرى ففيها قيود وابتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة السلام منها منها مثلا عند الطعام ففي الطعام تقال بسمنا كاملة بسم الله رحمن وحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم وظن منهم أن هذا هو سنة لكن السنة هو الاتصار فقط على بسم الله فهذا ثبت من قول عليه الصلاة ومن فعله فهو حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيده وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع رسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام يا غلام كل سم الله وكل يمينك وكل مما يليك وقال ذا قل بسم الله ولم يزيد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن اتجام السنة هو الواجب على كل مسلم فهذا ممكن لما يبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله فقط من ذلك ايضا اذا اتى المسلم الخلاء فتعي ادعو قال بسم الله عوذ بالله من شر القبضة وعن خبائق فلا يقول له الرحمن الرحيم في مثل هذه المواطن اما اذا كان هناك امر آخر لم يرد فيه مص قاص فأترد البسمن كاملة بسم الله سمنا نشو وعلى الانسلاء كل امر بيبان لا يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم هو أبطأ أو أبطر أو أجذر هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن أبن قروة وهو ضعيف لسوء هضه ولذلك فالحديث بشرة لذلك ضعيف لا يستجي به والمحفور والثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله كل خلام لا يتدأ بالحمد فهو أجذر بالحمد هذا هو الثابت لشنا أبي داود نغير لذلك نغير نشت بالحمد المحاولين كان دفن المحاولين الدفن ثم عدد هذا تغير معلمك وتغير ترتيبه تماما في مدد الدفن لكن أوليس كان قد اتدئ لهذه المدد الجديدة من أمر محرم أصلا خبان لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ أمس الحكم فرحة وذلية أردت بيانا مؤاليا للأمس الخليف أودت إلي سؤال حول الكولوميا التي فيها حبور ما أخذ مستعمالها تسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي خل ما يقوم منها ضربات يعني خل ما يقوم منها أن تكون غالي عن الصحول تليسة طبعا لاوتا فأنا امتائج للحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي ما لا على قول عن الشراب ما أسكر كثير فقليل حضار هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكولونيا تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعطاه الإنسان منه السليم أو المريض السليم من نسبة الكولونيا مثلا إذا خلطه مع شيء من الماء أو شيء آخر والمريض إذا أثر من شر لديه الدواء لا يسكر ولا يتأثر هلئذن كثير الكولونيا يجوز بيئها والشراء واستعمالها وكذلك ذلك الشراب أو الدواء أما إذا كان الجذير من كل من الكولونيا والشراء يسكر متعربه فهين إذا لا يجوز دابع ولا شراء ولا استعمال بعد هذا أفيد إلى منحب الآن في صباح لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يسمع الكولونيا بيده ولو كان نسبة الكحول جالك من قليلا ولا يعني أنه يجوز الصيد لمسلم أن يرتب دواء فيه كحول ولو نسب قليلا لأنه هذا يستزل من إلى يأتي بهذا الصحول إما أن يعصرها هو بنفسه أو يستطيعها جائزة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما يحب يعني يعني الله رسول وعنك هذا الذي أريد أن أقوله الآن هذه الكولونيات وهذه الأجلية حينما تأتيم حينما تأتيم جاهزة من أوروبا سلام وعليكم السلام وعليكم السلام فنحن ننضع إليها بالمنظار السابق يستر فيه أو لا يستر وقد عرض الجوار لكن هذا يعني أنه يجيز لما أن نسمع صمعهم لأن هذا الصمع يقتبين هناك أن نقع في المحرم صراحة إما أن نعثر بأيدينا أو أن نشتريها ما عصروا غيرنا وصل ذلك داخل في عم قول يعني السلام لعن الله في الخنة عشرة إذا تبين لكم هذا نعود للصابون الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكل التي صنعت الكفار نحن ننظر إلى هريم وندرسها على ضع الشريعة الإسلامية ونعطيها لحكم اللائف بها كما نظر الطبيان وآل لكن حينما نريد أن نسمع كما صنعهم فنحن لا يجهز أن نسمع كما صنعهم لأننا نبتكب مخالفة شرعية هنا أظن يستطيع لكم الجواب ونائك أخذوا شحن قذية أو شحن الميتة وأدخلوها فتعنصر سواء في الجبنة أو سواء في الصابون هذا ليس بعد الكفر هذا عملهم فهذا الحصيل هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة الجبنة كما شرعت لكن عندنا جذب بأن بالنسبة الصابون هذا الشعب الخنجير أو الحوال الميت التحول إلى عين أخر هذا التحول في حكم الشري مطائر أظن هذا في عينكم طبعا أن التحول هو مطائر فهين هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شعب الخنجير أو شعب الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى فنحن نستعمل صابونا طاهراء لكن نحن لا يجلد لنا أن نركب هذا النوع لما سفق به ما الذي أعضب من مبوح الصابون بدا أنني أميز بين شعب حيوان ميت أصله مباح لو ذكي و الخنزير الخنزير سواء ذكي أو لم ذكي كله مرفو عغمه ولحمه وشحمه وجلبه وشعبه حيوان بس في النتيجة بارك الله حتى لو حتى لو تحول إنما بدأ بأصل محرم عينه لا هذا العطف في الله قولك حتى لو تعول إذن أرجع أنا أقول حتى لو تحول إنما بدأ لأمر رأضه شرع كذية بينما الحيوان الذي نفط دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى ما عليش أبنى هو حرام حرام أنا كلها تحول عينه أو تحول تركيبه أصبح في وضع آخر ما في فرق بارك الله فيك انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجسا نعم فإذا إذا أردنا إذا صح التعبير إذا أردنا أن نفلسفة أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب بالدباغ لأنه حولت فيه العينات التي كانت نجس أبسؤ إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر الإهاب نفسه عينه كانت نجسا أم أن به نجسا ما هو نجس يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر مثلا أو الأسف فهو حرام أكله وجدناه ميتا سلخناه وخذنا جلده ودوغناه هو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال بالعليف الآخر دباغ طهر ومحرم بينك المحرم أخذو أيه أو نجس من قناة هم يجتمعاني عند الموت نعم قبل الموت وضحنا عند الموت وليس قبل الموت قبل الموت جلده نجس أو محرم مثل لحمه محرم طبعا محرم ونجس يلتقيان هنا لأنه كما قلت الآن فالقوله عليه السلام شو هذا مسقي على هذا شو خليه 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 لما قال عليه السلام خليه نجس خليه شو أيما إهاب هدل رفض طهر شو معنا ذلي هذا جه طيب واللحم الملتصق به ماذا يكون حفوه أيما نجس ولذلك يعني تذخيقك هنا لا تمام لأن هذا الإهاب الذي حكم الشار بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان وإذا كان نجسا أرم أطله وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس ليس محرم نجس ولذلك أنا بدأت من أن قومي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طرر فهو يحكم على أن هذا إهاب نجس محرم فهو فتم تفرق مهلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلها لكن هذا الجل لا يمكن استعماله وهو ندي طريق فيدب هذه النعجة فينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل يطهر الدباغ الآن ننتقل نحن أتينا بشورتين الآن نعجة نعجة ونعجة ميتة حرام أكلها الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيت ومئة مرة لا يطهر يطهر ويطهر محرم أي ويطهر كما هو ترى ما حكم جد هذا الحيوان أهو نجس أم طاهر هنا يأتي قول عليه السلام أيما إيهاب لبغة فقد طور هذا الجل يطهر بالدباغ فإذا لحمه نجس يطابع لا فإذا هنا اجتمع الصفة الثانية النجاسة والتحريف نأتي إلى الخنزير الخنزير محرم لذاتا أكله فهو نجس العين فأخذنا جلده ودبغناه هذه بابه طهور فحيث أيضا ما ينبغي المفرق بينما يكون الدخيل لمواد الصابون هو من هذا الشحن الخنزير أو من ذلك الشحن النمر أو الأسل أو نحن لأن هذا خرار ونجس وهذا خرار ونجس وعلى هذا يتبين الله العالم لأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أن نأخذ شحن خنزير هذا محرم لأننا ننظر إلى النهاية وكما يقال في غير ما به المناسبة إنما الأعمال بالخواتين نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التركير لأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السلامي حجم إيهاب الجبغة فقد طور أن يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كلف الجير أقوى من خاصة كلف خيلة وخيلة منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناء وهذا الذي يستثنى الكلب يستثني في الجير من باب أولى لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسع للأمة أعود فأقول لما قال الفقهار بأن التحول مطاهر خيصة في هذه الصحراء من عوامل الطبيعية المعلومة كالغياء والأمطار والشمس ومنذلك تحولت هذه الخيصة إلى مملعة إلى ملعة أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنه ملعة تذوق وطعما ما تشعر إلا أنه ملعة غير كمثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض من هذه ثالث خيصة يوم النصر وتحولت بتلك العوامل إلى ملعة من هذه ملعة من هذه أنها هذا الملح هو لك حلال ثمه له حلال ما لألم هو يعلم الأصل وأن ترتع من الأصل ننتقل ننتقل إلى السورة الأخيرة هذا الملح أصله خنجير وميت علتان هو في أصل إحرام ثم صار ميتا فظلماته بعض وعضوها بعض هذا الخنجير تحول إلى ملع طعما ويوكا وحقيقة لدعا فيه على التعليل الكيميائي تماما فعلا نشعركم أن تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالف لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنجير وخنجير ميت إنما التعامل من خواهر فمذابة الخاتم هو الإل والطهار فهذا الذي نحن مقلبون فيه نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا إلا حب أن هم جاءوا النجاسة وبطريقة جمعية كيميائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون المطير ومطاق ومعطي والعافي نحن ننظر إلى هذه النتيجة ويصن مكلبين أرجا أن ننظر إلى إداء العمل نحن مكلفين بالنظر إلى إداء الأمر أمام هذه النتيجة لكن هم مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكذبنا مواقعة الحرام استعمال كما قلنا آنف المجاسة من الله ومحرم هذا لا يجود استعمال الفحول هذا لا يجود لكن هم استعملوا الفحول وركبون هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مزكرة فهو لا يجود تحميل هذا هذا الذي نبقى فيه ونريد أن نستعين بآلة اقتصاص لمعرفة الشكاور المتكادرة حول أنواع الأجبال والزبدة أيضا والآن قطر في بالي هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في الجبدة الزبدة على وجه اليقين لأنها إنما تنفصل من الأصل على جوابك من الحديث لا يقول البعض والقربي على أسات ما يقال من فيها أيضا شعور فهل جوابك إذا كان فيها شعور كجوابك عن الأجبال هو خير من ترى يمكن أن يمكن الله لعب المتطور هو مطهوب هو يبحث الله أنه أولى ما عنده وأن يكتوى وأنه الكبرى على التحليل يعني ليش كل قبول يعني تحليلي ليش كل قبول يعني 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 الآن أصطح أساسيه مبلوده يعني الفصاصات يعني ما مثل بسبيل مثلا وكانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني 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 أصطح يعني 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 هذا حدث على الزردين صف الزحب المحلل أي فجدلنا كبيرا في هذا الموضوع نعم لا بأش في هذا مثل قراءة ما كتب في هذا الصدد سيكون أمرح الزهر المحلق هو كأوالي الله يشترك في التحريم فيه النساء والريال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أوالي الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلق معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي أهدى يديه ذهب وفي الآخر قدير وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال مع ذلك لا يجيزون للمرأس في أعمال أوالي الذهب وفي الضغط ما قاله لا يجيزون للمرأس في أعمال أوالي الذهب وفي الضغط يمكن أن يدخل فيه الإنسان أرى وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم فهم أخذوا أحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة من لأنها من صيرة الشمول والعمول فدخل فيه الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا الحديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه الحديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأعليم من صوف ما الذي نسقها إلا لإنافها هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها بنه لأنه لا يجوز النسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام هو شبه منسوف لكن لا كل لد وإنما جزء مثاله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ورحمة جزيرة الميتة الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراز ميتة الحوض السماء والجراز فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السماء والجراز كذلك والدم يشمل الكبد والطحار لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوض والجراز والكبد والطحار ماذا فعلوا بالآية قالوا مخصصة بالحديث فإذا عربنا أن نوجد معنى الآية قلنا حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوض والجراز والدم إلا دم الكبد والطحار فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزآن مخالفان لعموم النص وإنما على العكس من ذلك استثنى من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوف يعني معارض من النص العام لا يقول العلماء أن الخاص يعارض العام وهذا الشيء منه كثير وكثير جدا مثلا كما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال وأمهاتكم التي أرضع لكم ما ذكر المحرمات في الرضاع كلها قال وأمهاتكم التي أرضع لكم ثم قال وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَى ذَلِكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَى ذَلِكُمْ أُخْتَقْ فِي الرضاع تحِلُّهُمْ لكن جاء الحديث الصحيح يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء فماذا فعلوا في قوله تعالى وأحِلَّ لَكُمْ أَرَى ذَلِكُمْ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وكذا في كثير كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث هِلُّ لِإِنَاتِهَا لما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظ مَنْ شَرِبَكَ أو أَكَرَ قالوا النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصور عاما مباح لهن فينبغي أن يقاض هنا ذاك من الباب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بالنصعان كما هو جاء في أواني الشرق من الذهب مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فلنحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يسوّر حبيبه بسوار من نار فليسوّره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه لطوق من النار فليطوقه لطوق من الظهر وأما الفيطة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها عندنا الحديث الثالث وهو أصره دلالة لأن هنا كان فاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغ الفعيل تطلق على الأنسة وذكر معنا فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل ومرأة قتيل نعم وجالية هو نحو ذلك وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم لا هذا ليس مقصود الماثة وإنما ذكرها يأتي يادم هذا الفهم منحرق قوله أما الفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباعه إلى الرجال وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يجد البعض من الذي يتسور لا نقول من الذي يتحلق يتسور هم النساء من الذي يطوق عنقه هو النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشارته إليه وحزنت على ذكره صريح جدا وهو أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم رابات يوم على إصبع مرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب تتمة الكلام الشريف التالي فضخم فضربها بعصية في يدها في يدها عليه السلام وقال لها جمرة من نار وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكم يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول يوسيا جاء اسمها في الحديث بنت هبيعة انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنه وسرعان ما جاء الرسول دخل على فاطمة